تكر ده المنطق اللي انت بتقوله ده اكيد منطق واضح للتنين المدربين وهيشتغلوا التاكتك من خلاله زي ما انت بتقول الوداد تقريبا بلعب نفس الطريقة بتنادي الآلي 4-2-3-1 لكن بتختلف الطرق لو كنت بتلعب على ارضك وبتبقى الشكل هجومي اكتر شوية كلمني على الرباعي لو قلنا بصيغة الـ 4-2-3-1 الرباعي الهجومي بالنسبة للوداد لان انا شايف ان الارقام التهديفية تقريبا السلاسي اللي قدام اذا كان راس حربة او الطرفين التلاتة دول الواحدهم جايبين تقريبا عشرين هدف هو كذا دي هو الهدف اعتقد ان عنده بقى الكارتي ووليد اوك وعنده صلاح الدين السعيدي العناصر الاساسية بتاعت فريق الوداد وهم دول القوة الضربة بتاعته اعتقد انه دفاعيا كان عنده مشاكل ووضحت جدا في اخر يعني عشر جوالات من الدوري المغربي القوة الوداد في هجومه فلو قدرت ان انت تخرج من مباراة الزهاب بدون ما تستقبل هدف فانت حققت التارجد بتاعك في مباراة الزهاب ده في تقديري انا يعني اكيد المدير الفني بيبقى له حسابات وعارف هو بيدير المباراة زي الارقام بتاعت لعيبة الوداد كلها فيها يعني نوع من النوع او عدد الاهداف كتير لانه كمان هو عنده ثبات في التشكيل يعني طول الوقت كان جريد ومثبت التشكيل ما كانش التغييرات غير فقادي الحدود ونفس الكلام مع جاموندي جي كمل عن نفس الطريقة ما غيرش اي حاجة في التشكيل تقريبا يعني هما هما نفس اللعيبة بالزبط علشان حتى هو طبيعي هو كان بينفس على الدوري الفرقة دي بتنفس على الدوري وتحصل التغيير الفني اه لاسباب اي ان كانت فالمدرب اللي يجي مش هيحاول ان هو يغير كتير لانه عاوز يكمل بس المشوار انه يبقى عما التوفيق حليفه كان ممكن يحسم دوري او لا يعني اتحسمت في اخر دقيق في المباراة اللي فاتت